اشتركوا في القناة الابتكار الذي تنطلق فعالياته في الخامس عشر من شهر فبراير الجاري للحديث أكثر عن مشاركة الشارقة في هذا الحدث الهام يسعدنا أن نستضيف اليوم في أماسي الأستاذ أحمد عبيد القصير رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات الابتكار في إمارة الشارقة حياك الله معانا الأستاذ أحمد حياكم الله يهلا يوم رحبا بك معانا في البداية أستاذ أحمد الابتكار هو وقود المستقبل ونقدر نقول أن المحرك الرئيسي للنمو المستدام وهذا ما يقوم عليه شهر الإمارات الابتكار في هذا الشهر لو تحدثنا عن استعداداتكم لانطلاق هذا الشهر في إمارة الشارقة طبعا بداية نحن نشكركم على هذه الاتضافة وتسليط الضوء على شهر الإمارات الابتكار هذا واجب لوغالي طبعا بعد ما تشكلت اللجنة بدأنا طبعا نحن بالعمل بالتجمع والاجتماع ونشوف شو اللي ممكن نقدم هذه السنة طبعا نحن دائما أول شي نبدأ في نشوف مشاركات من اللي راح شاركينا طبعا نحن نركز على الجهات الحكومية والجهات الخاصة وكذلك قطاع التعليم والجامعات اللي هو شي جدا مهم حقنا طبعا نحن نبدأ بحصر هذه الفعاليات من اللي يشارك معانا وشو المشاركات اللي هي موجودة ومن ثم نحن نقوم بنضع البرنامج هذا كامل حتى يطبق على أرض الواقع جميل جدا الأستاذ أحمد نحن نتعود أن يكون هو سبوع لابتكار لكن حاليا استوى شهر لابتكار في دولة الإمارات لو تخبرنا ما هو السبب من أن نتغير الموضوع من سبوع إلى شهر تم تخصيص شهر كامل طبعا بعد النجاح في آخر ثلاث دورات أو آخر ثلاث نسخ من سبوع لابتكار أصدر قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن مكتوب نائب رئيس مجلسة الزراء حاكم دبي نائب رئيس الدولة حاكم دبي طبعا نحن تمد لشهر كامل والسبب الرئيسي طبعا وراء هذا الشيء وهو كثرت المشاركات صار في عنا كثير من الجهات الحكومية كثير من القطاع الخاص كثير من الجامعات تشارك معها فصار عدد كبير من المشاركات وما أخذت حقها طبعا لأن كلها محصورة في سبوع وما نعطي نحن نحن مجال الناس اللي حابة تزور لأن تأخذ فرصة تمر على الإمارات المختلفة لإمارات السبع المشاركة فاليوم صار شهر كامل اليوم لكل إمارة تقريبا وإمارتين مع بعض صار فيه أسبوع فنحن في دبي أسبوع أبوظبي بعد ذلك تأتي مرة رأس خيمة بعدين الشارجة وفجيرة وكذلك دبي فصار في مجال اليوم أن الشخص الذي حاب يزور اللي هي الأسبوع الابتكار أو حتى الجهات المعنية اللي حاب تزور مو بس الأماكن اللي هي موجودة فيها الأماكن الأخرى والإمارات الأخرى صار اليوم في مجال فهو يكون فيه أيضا حتى بالنسبة للإعلام يكون فيه تصليل ضوء أكثر فكل واحد يأخذ حقه اليوم من ناحية التغطية صحيح ويمكن المعارض متنوعة أكثر صحيح ويمكن الورشات تكون على مطاق أكبر لكن أكيد فيه هدف شو هو الهدف يعني من أطلاق مثل هذه السباقات الفكرية والعلمية والثقافية في الدولة طبعا نحن اليوم أول شيء لازم نحتفي بالابتكار والمبتكرين لأنهم طبعا نواة أو بداية اللي هو الارتقاء بالمجتمع طبعا وهذا شيء وايد مهم اليوم كذلك اليوم نحن فيه الاستراتيجية الوطنية للابتكار اللي هذا الشيء يدعمها طبعا اليوم عشان تكون دولة الإمارات منصة مهم منصة عالمية في مجال الابتكار كذلك أيضا اليوم فيه هدف جدا مهم لدولة الإمارات العربية اللي نحن نكون من الدول الأولى على مستوى العالم في مجال الابتكار فهذا كل هذا كل يصير اليوم يخدم هذه لجندة بالطبع صحيح أنزين تنطلق فعاليات شهر الابتكار في إمارة الشارقة ابتداء من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ومن بعدها بالإضافة لوجهة المجاز المائية شو السبب أن البداية تكون من مركز الفلك ومن بعدها إلى وجهة المجاز المائية طبعا أسبوع الإمارات الابتكار اللي سيكون في إمارة الشارجة سيكون من تاريخ 15 إلى 21 فبراير ووهو تنطلق في مكانين المكان الأول هو وجهة المجاز المائية و فهو سيضمن كل مشاركات للجهات الحكومية كلها و المكان الأخر سيكون مركز الفلك الذي سيحتضن جميع الجامعات طبعاً في السنة الماضية كانت مشاركتنا فقط في مركز أكسبو الشارقة و كان حصر بين الحكومة و الجامعات فكان المكان ليتتسع يعني قبل كان المكان مشترك من بين جامعات و المؤسسات الحكمية في مركز أكسبو صحيح كان مشترك و ارتقينا بعد التجربة في السنة الماضية و كان هناك مركز أكسبو و قلنا يجب أن نخرج إلى الجمهور اليوم فأنا خلق لي ليس فقط حكر على الجهات الحكومية و يكون مفتوح للجميع فقررنا نأخذ مكان سياحي وهو جهة المجاز المائية لأنه يكون فيها تواجهة جهات حكومية و جهات الخاصة و كذلك سيكون فيه تواجهة يعني العموم سيكون الموجودين سيكون تفاعل هذه الجهات فليوم اليوم الجهات الحكومية التي موجودة في واجهة المجاز ستعرض جميع خدماتها سوف يرى ما هو موجود و الابتكارات التي موجودة و ستشاركها مع أيضاً الزوار فالواحد يتعرف عن بيها الخدمات الموجودة و بيها الأبتكار لماما تRe Research و يستفيد و كذلك الجهات الحكومية أستفيد من بعض الشق الثاني هو مركز الفلك إذا فعلتم أكثر من الجامعات Jams شاركة الجمعات أكبر هنا و traُ transactions و تلاكمыв recibir و أيضا Cammet أعادت كبير من الجامعة .. نبدأ جميع الأبتكار على الجامعات الـ الجهات الحكومية هو مستهلكة لجهات الإبتكار تحاول تستخدم أنه هو نقع جديد لكن الابتكار ليس يخرج من الجامعات من الشباب نستطيع أن نقول من الشباب والجامعات و إمارة تشارج اليوم تتميز بأفضل جامعات ليس بس على مستوى الدولة بس على مستوى المنطقة أيضا ف سيكون جميع الابتكارات التي اشتغلت عليها الجامعات ستعرض إن شاء الله في مركز الفلك و سيكون الكثير ورش من العمل أيضا في مركز الفلك إن شاء الله نحن نعرف أن هناك حافلة الابتكار صحيح؟ صحيح لو نتعرف أكثر عن هذه الحافلة طبعا حافلة الابتكار هي ليست خاصة في إمارة تشارج ستلف على إمارات مختلفة و ستعرض ابتكارات مختلفة طبعا نحن لا نتحدث عنها لذلك نريد أن نرى الكثير من الابتكارات و كل إمارة ستكون فيها شيء مختلف إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نواصل حوارنا معك الأستاذ أحمد لكن بعد هذا التقرير و سنجع معك مرة ثانية مشاهدينا نتابع التقرير حول مشاركة إمارة الشارقة في شهر الابتكار لدولة الإمارات تنتابع التقرير و نجع معك مرة ثانية الابتكار يبدأ بك شعار جديد و ملهم يحمله لنا شهر الإمارات للابتكار في دورته الثالثة التي تنطلق في الخمس عشر من شهر فبراير الجاري الذي يأتي دعما لمجال الابتكار حيث حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا و الخمس و الثلاثين عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام الفين وسبعة عشر لتحقق قفزة حضارية وتطويرية وتعزيزا لموقعها على خريطة العالم و ضمن هذا السياق و وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة تحرس الإمارة على دعم جهود الدولة في تفعيل دور شهر الابتكار بمبادرات و إنجازات ترسخ مكانة الدولة محاققة بصمة الإبداع في شتى المجالات مشاركة إمارة الشارقة في الدورات السابقة من شهر الإمارات للابتكار تعد المشاركة الأبرز من خلال الأفكار المبتكرة التي نفذت ورشحت واختيرت من بين عشرات مشروعات مطروحة إلى جانب فعاليات متنوعة شملت عددا من المبادرات والجلسات النقاشية والمعارض العلمية وورش العمل التتقيفية أقيمت على أرض إمارة الشارقة دعما لميدان الابتكار ولتسليط الضوء على أبرز الإنجازات وقصص النجاح والإلهام وفي الدورة الثالثة من شهر الإمارات للابتكار في الشارقة تم تحديد موقعين هما مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وواجهة المجاز المائية لعرض مشاركات الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية في شهر الابتكار والتي سيكون لها دورا بارزا في تسليط الضوء على أحدث المشاريع العلمية والبحثية في المجالات العملية والابتكارية إلى جانب المعارض والفعاليات المصاحبة شهر فبراير 2018 شهر حافل بالفعاليات والأنشطة والمشاريع المبتكرة في كل إمارات الدولة هياكم الله مشاهدين مرة أخرى نواصل حوارنا مع الأستاذ أحمد بيد القصير رئيس لجنة الإشراف على الشهر الامارات الابتكار في إمارة الشارقة هياكم الله مرة أخرى أستاذ أحمد لو تحدثنا عن البرنامج الذي سيقام خلال الشهر الامارات الابتكار في إمارة الشارقة طبعا مثل ما ذكرنا في الواجهة المجاز المائية إن شاء الله سيكون في المشاركات الجهات الحكومية سيكون لدينا حوالي 20 جهة حكومية مشاركة و كل جهة ستعرض الابتكارات التي قامت فيها سواء كانت تطبقها أو ستطبق طبعا أو ستطبق غريبا فهذا شق واحد وهو المنصات سيكون في منصات عرض لكل جهة حكومية و ستعرض فيها المبادرات الخاصة هذا في وجهة المجاز المائية هذا في وجهة المجاز المائية يعني وجهة المجاز المائية ستكون متخصصة فقط للمؤسسات الحكومية نعم حلو و من بعدها و كذلك سيكون لدينا أيضا ورش عمل سيكون لدينا حوالي أكثر من 70 ورشة عمل مختلفة هناك منها للأطفال و منها الكبار و منها تخصصية يعني في منها في مجال الابتكار في العلوم و منها في مجال الابتكار في الاقتصاد حلو و منها ورش عمل مثل هيلو خاصة بالروبوتات هذه ستكون للأطفال فنحن مركزين أيضا على الأطفال فيه تركيز كبير على الأطفال فرح يكون في كثير من ورش عمل الخاصة بالأطفال و فيه مناطق أيضا مخصصة لتفعيل الإبداع عند الأطفال و سيكون هناك أيضا دورات أيضا بعض الجهات ستقوم بدورات دورات تدريبية نعم دورات تدريبية و سيكون عليها شهادات أيضا في مجال الابتكار جميل هذا بالنسبة ل وجهة المجال نعم وجهة المجال أما بالنسبة للجامعات طبعا تركيز أكثر شيء سيكون على أبراز الاختراعات التي قاموا به الطلاب من جميع الجامعات فسيكون أبراز لهذا الشيء و سيكون أيضا في ورش عمل خاصة للطلاب نفسه سيكون في وجهة المجال المائية أيضا سيكون هناك في ورش عمل خاصة لتوعية للطلاب عن طريقة الإبداع و سيكون في مسابقات التي هي أفضل ممارسة إبداعية بين الطلاب للجامعات هؤلاء الطلاب للجامعات هذا قالت نعم سيكون في تكريم لها و هناك مسابقة التي يسمعونها الهكثون وهذه أيضا مسابقة خاصة أن كل شخص يأتي بالإختراع الذي يطالب و يعرضه على لجنة و تكون هذه اللجنة التحكيم بالمكافأتهم جميل جداً لماذا التركيز يكون أكبر على الجامعات و على الطلاب حتى المؤسسات يخرج منهم شيء و يكون هناك ابتكار من عندهم لكن لماذا التركيز أكثر على الطلاب في الجامعات؟ طبعاً نحن نتعلم أن الجهات الحكومية موجودة لكن نحن نريد أن الجهات الحكومية كلها مشاركة الجهات الحكومية كلها عندها لكن أنا أقول لليوم نحن نقول لماذا الجامعات لأن الإبداع و الإختراع و البحوث أصلاً تبدأ من الجامعات صحيح فنحن نبغي اليوم بعد هذه الجهات الحكومية الموجودة و أيضاً القطاع الخاص الموجود يستفيد من الجامعات كيف ممكن هذين يتعاملون مع بعض و كيف ممكن يشتغلون مع بعض يستفيد من اختراع عملوا الطلاب أو أن اليوم الجهة معينة تروح عند الجامعة و تقول يا جماعة نحن اليوم عدنا هذه المشاكل كيف ممكن نحن نطلع بشيء نستفيد منه في زوق العمل جميل جداً و كيف ترى إقبال الطلاب على شهر الابتكار في إمارة الشارقة طبعاً نحن بدأنا بأول سنة الثاني سنة زاد عدد الجامعات مثلاً السنة الماضية كان فينا حوالي مشاركة لجامعة الشارجة و الجامعة الأمريكية جميل جامعتين فقط لا غير جامعتين فقط لا غير السنة هذه هي أننا جامعة الشارجة بمشاركة أكبر الجامعة الأمريكية مشاركة أكبر من السنة التي تطافت جميل جميل لدينا سكايلين ستشاركوا معنا و أيضاً كلية التقنية العليا سواء كان بنات و طلاب و طالبات أيضاً فعدد المشاركات صار ضعف في مساركات السنة الماضية كذلك هذه السنة لدينا فقط لطلاب لدينا حتى الدكاترة و المدرسين في هذه الجامعات ستشاركون بإلقاء محاضرات في مجال الابتكار جميل سيكون هناك تنافسة من بين الطلاب و مؤسسات و الجامعات بالتأكيد طبعا هذا المطلوب هو التنافس هو الذي يعزز عندك الابتكار اليوم أنت ترى شيء اليوم أن تحاول أن تفعل شيء أحسن أو تطور هذه الشغلة فهذا هدف أسبوع الابتكار أنك تبرز هذه الطاقات وتخلق هذا التنافس وتخلق هذه البيئة الإبداعية بالطبع صحيح أستاذ أحمد عفونا الإمارات حققت إنجازات مشهودة في هذا العصر حاليا من أن تتواجد فيها البنية التحتية القوية الاقتصاد القوي أيضا نقدر نقول السياسة الحكيمة كيف ترجم الشباب الإماراتي الوعي بهذا التوجه الفكري والعلمي من خلال شهر الإمارات الابتكار طبعا قامت الحكومة اليوم اليوم عندنا نحن مجالس الشباب في كل الإمارات اليوم في كل مدالة الشباب فهذه الدمج الشباب اليوم في شهر الإبتكار هذا يعطيهم فرصة أولا اليوم نحن نقول فيه تباعد شوي بين المؤسسات وبين الشباب وبين الجامعات فهذا الشهر هو الهدف من تقريب هذه الوجهات تقريب اليوم أنت تحط الشاب اليوم وتحط أمام المؤسسة وتخلي المؤسسة شوف شو الابتكارات الموجودة هنا وكيف ممكن تستفيد منها بعدين حتى هو منصة اليوم أنت يريد توظف مبدعين موجودين اليوم هنا ضدامك في منصات يعرضونا فهذه كلها هي كلها حلقة كاملة وأرجع وأقول أن هذه الحلقة اليوم تصفي سياسة الدولة اليوم في مجال الابتكار لتكون دولة الإمارات على قمم دول العالم اليوم في مجال الابتكار وتكون أيضا ليس فقط لأننا نبتكر لأننا نجلب هذه المبتكرين يستفيدون من تجاربنا ونحن نستفيد من تجاربهم كذلك بالإذن الله إن شاء الله أستاذ أحمد نرى التنافس يمكن يزيد من روح الابتكار ما هي أهمية الدور التي تقدم الجهات أو المؤسسات الحكومية في شهر الابتكار طبعا جهات الحكومية لا نريد أن نتحدث عن مبادراتهم لأنها ستعرض لكن هناك تحفظ لكن أنا أقول لك اليوم نحن سنة عن سنة طبعا هناك جهات مثلا لا شاركت معنا السنة الماضية بعدما رأي المشاركات مشاركات من الجهات الحكومية الأخرى قالوا أننا اليوم نريد أن نشارك نريد أن نريد أن نريد ابتكارات و الذي يطور شيء السنة الماضية و عرضها اليوم عنده هذه السنة سيكون عنده مشاركات مختلفة مشاركات أكبر أو في بعض الجهات بعض المشاركات التي كانت موجودة تم تطويرها جميل يعني نحن رأينا أشياء مثل وزارة الداخلية و مشارطة الشارقة كان يمكن أن أفضل مشاركات عندها السنة الماضية فحبين يونس يدخلون السنة معنا مشاركات جداً في عنده مختراعات تختراعوها داخل في الوزارة الداخلية و فيه كان صار بعد بعد الأسبوع الابتكار السنة الماضية صار في تعاون بين أحد الجهات و بين أحد الجامعات و رح يُعرض إن شاء الله هذه السنة بعد فشوف كل التتبعات يعني طبعاً عدد المشاركات يزيد عدد الجهات يزيد حتى نوعية الابتكارات اليوم أول ما بدنا كانت أشياء بسيطة لكن بعد الاختلاط والواحد شاف قامت تصيير الابتكارات أكبر وأهم وتفيد العمل و طبع صحيح لكن شهر الابتكار في إمارة الشارقة هذه السنة عن السنة التي فاتت مثل ما قلت اليوم نحن نشارك أنا أقول السنة لطافة كان حصر كبير على الجهات الحكومية السنة ندخل معنا القطاع الخاص و زيدنا بمشاركات الجامعات هذا مهم بالنسبة لنا الشيء الثالث أننا نحن نحب أن يكون بعد أن لاحظنا السنة الماضية أن المشاركات كانت محتكرة بين كانت زيارات أغلبها من الجهات الحكومية فحبنا نحن نطلع المشاركة هذه خارجياً و نتفاعل مع الناس فاليوم أنت بيكون في تفاعل من الجمهور معك و ستأخذ أراء من الجمهور و ستأخذ أفكار من الجهور فسيكون العمل ليس فقط من جهة و لكن من جهتين حكومة و جامعات و قطاع خاص و جمهور اليوم صحي صحي الأستاذ أحمد أكيد تكون هناك أفكار أبداعية كثيرة في شهر الابتكار في إمارة الشارقة كيف ستتوظف هذه الأفكار الأبداعية لخدمة الوطن؟ طبعا مثل ما قلت هنا اليوم أولا التكافل بين الجميع يكون التكامل بين الجميع هذا شيء واحد طبعا نحن في نهاية اليوم هذه الجميع اللجنة تكون برقب تقرير للجنة العليا بجميع هذه المشاركات و شو هي أهم المشاركات التي كانت موجودة و التي قيمناها نحن شفنا أن هذه ممكن تضيف فاليوم أنت اليوم الجهة التي تعرض شيء ممكن تستفيد من الجهة أخرى تطبق فيبدون الجهات الثانية تبدأ تطبق هذه الأشياء كذلك نحن كاللجنة مثل ما قلت نرفع نحن تقرير للجنة العليا بعدين بعض الأشياء هذه ممكن طبعا تعمم أن الواحد يصير فيها تعميم أن الجهات حتى في الإمارات الأخرى ممكن تستفيد من هذه التجارب فهي مثل حق التجارب يستفيد من الجميع جميل جدا الأستاذ أحمد برايك يعني أنه لا مدى أهمية براز مثل هذه الابتكارات و تشجيع المبتكرين على طرحها من خلال فعاليات يعني متخصصة مثل شهر الابتكار طبعا هذا وايد مهم و ما بس يكون أنا أقول بعد ما يقتصر بس على شهر الابتكار هذا لازم يكمل يعني بين فتر و فتر لازم يكون شيء في مجال الابتكار لأن اليوم الواحد الذي يبتكر شيء بالطبع ننسى نحن الحكومة لكن بالنسبة للشباب بالنسبة للجامعات يبتكر شيء و يتم عنده هذا الشيء لا يشارك غيره فاليوم المشاركة مهمة المشاركة مهمة أن الجميع يستفيد منه و لا يكون حصر على شخص معين و أتمنى أن المشاركة تكون من الجميع و نحن نتمنى أن ندعي صراحة نحن ندعي جميع الجهات الحكومية و القطاع الخاص و الطلاب هل طلاب المدارس سيشاركون في شهر الابتكار؟ طبعا في هذه السنة قمنا بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم شكورين و أرسلوا تعميم لجميع المدارس جميل و ليس على مستوى الإمارة الشرج و ليس على مستوى الدولة تعودهم منذ الصغر هذا تأسيس و يبدأ من الصغر أولا أنت لازم تشرح ما هو مفهوم الابتكار صحيح و اليوم الابتكار لا يجب أن تخلق روبوت لكن يمكن أن أنت جزئية بسيطة في مجال عملك ممكن أن تغير لك طريقة العمل كامل هذا الابتكار بالطبع فاليوم أنت توصل ما هو رسالة الابتكار و ما هو الابتكار و كيف الواحد ممكن أن يكون مبتكر بالطبع فهذا الهدف الرئيسي طبعا بالطبع صحيح الأستاذ أحمد بيد القصير رئيس لجنة الإشرافة على شهر الابتكار في إمارة الشاركة كل الشكر و التقدير لك و بالتوفيق أيضا لشهر الابتكار في إمارة الشاركة شكرا لكم العفو